تحية المسجد هي خاصة بالمسجد وليست شاملة للمصليات المؤقتة فالمسجد هو المكان المتخذ للصلوات الخمس بصفة دائمة وأما مصليات العمل والدراسة والمؤقتة التي يصلى فيها صلاة أو صلاتان فلا ينطبق عليها تعريف المسجد وتحية المسجد ركعتان تصليان في كل وقت واستثنى بعض العلماء وقت طلوع الشمس ووقت استوائها وسط السماء ووقت غروبها وهي أوقات قصيرة يسيرة فتصلى تحية المسجد في أوقات النهي غير المغلظة وتحية المسجد لا يصليها خطيب الجمع إذا دخل للخطبة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك لا يصليها من دخل وقد أقيمت الصلاة أو بدأت وتحية المسجد الحرام هي الطواف لمن أراد الطواف فيبدأ بالطواف فإذا فرغ منه صلى ركعتي الطواف أما من لم يرد الطواف فإنه يحييه كسائر المساجد بركعتين وتحية المسجد ركعتان فلو أن شخصا لم يوتر فدخل مسجدا وصلى ركعة الوتر فلا تجزئ عن تحية المسجد وكذلك صلاة الجنازة لا تجزئ عن تحية المسجد لأنها ليست ركعتين والداخل للمسجد لا يريد المكف كمن يريد أخذ شيء منه لا تلزمه تحية المسجد ومن تكرر دخوله للمسجد كالمؤذن ومنظف المسجد والعامل فيه فإنه يكفيه تحية المسجد في دخوله الأول ومن خرج من المسجد بنية الرجوع إليه قريبا فلا تلزمه تحية المسجد لكن لو طال الفصل ورجع يشرع له تحية المسجد إذا دخل المسجد وجلس وطال الفصل فقد أساء ولا ينفعه أداؤها بعد جلوس طويل عرفا لكن لو جلس مدة يسيرة ناسيا أو جاهلا ثم تذكر أو عرف فإنه يقوم ويصلي إذا دخل المسجد أثناء خطبة الجمعة فإنه يصلي تحية المسجد ركعتين خفيفتين وليس من السنة في شيء تأخير تحية المسجد إلى ما بين الخطبتين لمن دخل قبل ذلك والوقت لا يتسع لهما أصلا وإذا دخل المسجد في آخر خطبة الجمعة وستقام الصلاة فله أن يقف ولا يصلي تحية المسجد موسيقى